يوسف بطرس غالي تاريخ من الفضايح أخوه مثلا هو هو اسمعنا وشوفنا اللي عليه أخوه اتحكم عليه بالسجن 30 سنة وغرامة 6 مليون جنيه لأخوه بعد ما تمت إدانته بتهريب الأصار النقد بعد كده خففت العقوبة على شقيق يوسف بطرس غالي في قضية تهريب الأصار وقالوا له تسجن 7 سنين بس وبعدين رفعوا التحفظ على أموال شقيق يوسف بطرس غالي ده علشان أخوه يعني إيه يعني هو وأخوه طلعوا من البلاوي والأحكام اللي عليهم زي الشعرة من العجيمة ليه لأن عندك نظام فاسق وبعد كده تيجي تتكلم يقولك تتكلم عن القضاء الشامخ ويجيوا يحطونا إحنا ويقولك إيه والله إيه تجرأوا عن القضاء أعمل لهم يبدي قضية طب مين يجدوا يعني يوسف بطرس غالي ده حرامي أخوه مهرب ومجرم طب مين جده بقى؟ تعالوا نشوف كده مع بعض خيانة وانتقام لماذا اغتال إبراهيم الورداني رئيس وزراء مصر بطرس غالي إبراهيم الورداني ده اللي قدامكم وهات صورته المعجراني الشاب ده أتل يوسف بطرس غالي أتل جده بطرس غالي ليه؟ عشان هو شاف أنه مجرم واغتاله في فترة كان فيها الاغتيال السياسي منتشر في مصر مونير الخطير كتاب لك إيه بقى؟ كتاب لك على تويتر كده تعليق على حسابه قال لك دي صورة الخاين رئيس محكمة دنشواي وكلب الإنجليز في مصر مش عارف اسمه إزاي على شارع المفروض يبقى اسمه شارع إبراهيم الورداني جمال عبد الناصر غير كل أسماء شارع مصر الجديدة وساب شارع بطرس غالي مش عارف ليه بطرس غالي اللي قدامكم ده جد يوسف بطرس غالي ويوسف زي ما أنتم عارفين حرامي وأخوه مهرب أثار وكلهم أسقطت عنهم التهم ورجعوا لمصر وعودوا إلى مقاعدكم والدنيا حلوة وجميلة